قام بإرسال لي صورة نور الهدى عقادي الناشطة السياسية بالضبط التي تقيم في ولاية تلمسان قام بإرسال الصورة لي وليست لي وحدي فقط بل قام بإرسال هذه الصورة إلى العديد من النشطاء كأن النشطاء عديدين كانوا تواصلوا معي في ذاك الوقت وقالوا لي بعثها أنا أمير دي زاد من أزل نشرها وقالوا لي علاش أنت نشرتها وأنا كنت حقيقة كنت تسرعت في ذلك المرحلة وانشرتها وأيضا كنت خرجت وطلبت الاعتذار وقلت بأنه ما لحقتنيش غير أنا وحدي قلت أيضا لحقت النشطاء وحد أخرين وأنا كنت من بين النشطاء اللي نشروها هو في ذلك المرحلة بدأي خاف على مكانته وهو إنسان نرجسي وإنسان يحب الشعبوية أو ما عنده مشروع سياسي وليس بالشخص السياسي وليس بالإنسان الذي يصارع النظام من أجل القيام دولة مدنية بل يصارع النظام من أجل مصالحه الشخصية على سبيل المثال لما تكلم على ملف القاضي يسعد مبروك وقال بأنه سوف يحط صور خليعة ويحط كذا ويحط كذا لحد الساعة ما حط ولا شيء وكان في أحد المرات لما أني متواجد هنا في باريسك في أحد المرات قال لي أنه ابني يسعد مبروك تواصل معاه بالمناسبة يكون قبض أموال على هذه الفيديوهات نعود نقول له إلى موضوع التخوينات بعدها بدأ في عملية التخوين كما كنت وضحت لكم في قضية نور الهدى عقادي بعد قضية نور الهدى عقادي جاءت قضية تخوينات اللي هي تخوين كل المناظلين السياسيين المتوجدين في الساحة في الحراك وعلى رأسهم مثلا بن جودي وعلى رأسهم العديد من النشطة الآخرين منهم على سبيل المثال منار منصرين